موسيقى اهلا بكم النهاردة يوم 12 سبع 2024 حلقة جديدة من بودكاست بلبلة وفي ناس كتيرة في الوقت الحالي في التاريخ ده بالذات عايشين حالة جميلة بتكررش حالة كروية فضيعة عندنا يورو 2024 وكوبا امريكا شغالة في حقيقة انا ما شفتش اي حاجة من كوبا امريكا بس شفت اليورو ومتابع اليورو كويس اوي بس معايا صديقي وهذا صديق قديم جدا من اصدقاء الكفولة اندي الجهري او اندرو رشاد يعني صداق كبيرة هو اكيد عنده القدرة انه يقدر يشوف كوبا امريكا إذا كنت أمضى لغاية النهاردة أنا مش فاكر جيه منين بس هو الظريف أن أنت قلت أنه لي علاقة بالكورة هو كان لي علاقة بالكورة لأنه كان وقتها Andy Cool أيوة بيلعب في منشستر ينايتد أنا كنت بحبه Andy Cool ومن وقتها بقي Andy Cool حتى تأدم إيميل عندي هو Andy Cool مش Cool C-O-O هو زي اللي هو C-O-L-E أيو Cool Andy Cool هو ليه علاقة بس مش قادر أفتكر هو ابتدت زي غير إن إحنا في المدرسة دفعتنا دفعتي أنا ويوسف هوك والشريعة في الشكلة بتاعتنا كان فيه ثلاثة Andrew فكان لازم نعمل 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 تمييز 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 من الناس أيو يعني طبعا دي حاجة يعني ما تكررش كتير الحياة دائما بيبقوا مينة في مينة كتير لكن الثلاثة Andrew دي حاجة يعني من حظك الجاية احنا قلنا ثلاثة Andrew خمسة مينة والثلاثة Andrew ثلاثة مولدين في نفس اليوم واو واحد يناير واو 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 بس نفس السنة نفس السنة نفس السنة نفس المستشفى ما عرفش الدكتور سيد عبدالخميد كان واخد أخذت ثلاثة اللي هو كأنه غشو الاسم هو اللي جنبك مسمي ايه آآ لا احنا يعني احنا تاريخ كبير يعني عندي الحقيقة انا مبسوط نحن نتكلم آآ واعنا تاريخ في رياضي كمان ايه في رياضي كمان من ايام الفايكينجز نعم الفايكينجز دي محتاجة حلقة لوحدة نقول اكتر في الزكريات هم محتاجين نلمش اللي كلها نلمش كل الدفع التلات دفعات اللي يشتغلوا نعم وودكاست واحد ده انت عارف انا كنت في وقت بتخيل نحن ممكن نعملهم نعملهم أغنية عارف زي فيديو كليب وخلوهم يغنوا مثلا حاجة زي فالهالا كولنج مي مثلا او ياه واو that's a good idea طيب احنا يعني اللطيف ان احنا كمان بنشجع المانيا والقاض لنهزي المكالمة والتفكير في الحلقة هو انه بعد موتش المانيا واسبانيا اللي هو ربع نهي انا الحقيقة عادت تسائل هو انا ليه اه بشجع المانيا كتبت يعني جزء منه هزارة على جزء منه جد بس اللي هو يعني المانيا بقى لها كم سنة يعني بتقلمنا يعني يعني كنت بتسائل اه انا بشجع المانيا ليه على الرغم من هي يعني على مستوى التاريخ وعلى مستوى المواقف الوقت الحالي يعني اه بلد يعني ناس كتيرها بتحسس ان هي بلد جلسة يعني يعني احنا مش لازل قوي بنعبر على الجوانا طبعا احترامنا طبعا لكل حد بس يعني بنعبر على الجوانا ونشوف فقال دي رد علي وبين انه في بقية لهذا الحديث وهي احنا ليه بنشجع اصلا احنا بنشجع ليه عندي ايه ده سؤال هو سؤال وجودي ان هو ان انت بتفكر من ناحية حالة ناس دايين اللي هما لعبوا رياضة وكانوا بيلعبوا رياضة وعايزين يوصلوا بالرياضة اللي بيلعبوها لحتة ابعد من واجهة نظري ان احنا انا بشجع عشان انا بقدر من واجهة نظري ان انا بقدر الناس اللي بتتعب وبتطحن نفسها عشان توصل لمستوى ال performance ده وبتقدم نوع من ناتج من انواع الرياضة انا بتمنى ان انا اكون في الملعب زيهم انت ايه وجهة نظرك انت بتشجع لي اه دي دي وجهة نظر واحد يعني واحد رياضي حس انه الناس دي كأنها بتحقق اللي هو معرفش حققه معرفش حققه يا يعني وبالتالي اي انتصار ليهم هو انتصار ليك معناوي هنا بقى بتخش حتة الوطنية مع حتة التشجيع يعني لما مصر بتلعب غير لما المانيا بتلعب حتى انا درويتي عيش في امريكا امريكا لما بتلعب غير مصر لما بتلعب مصر مستوى الليفل مختلف احساسك مختلف لان الموضوع فيه دم وانتماء واحنا كبرنا ان احنا فيه نوم انا لغاية النهاردة مش عارف احط ايدي فين وامتى حصل ان احنا انتماءنا للوطن اللي احنا كبرنا وعيشنا فيه بقى بالطريقة دي ان احنا بنشجع المنتخب او اي حاجة بتلعب منتخب مصر حتى لو في سلاح الشيش الطريقة والاحساس والتشجيع مختلف تماما عن امريكا which is حيرت انا اقل شوية والمانيا في الكورة بس لان انا برضو انا بحب هاندبول دوي بس هاندبول المانيا هم جامدين بس يعني مش هم الفريق اللي بشجعه اوكي فانت بتشجع انت مثلا في الهاندبول بتشجع مصر تولي مصر تولي مصر الفرقة التانية اللي احب بتفرج عليهم هم بيلعبوا هاندبول السويد اه اكيد انا فيك الراجل اللي بو شهرة طويل دا اللي كان بيلعب ايامنا هي بقى حاجة صنصن اي حاجة صنصن ايه كريستيانسن 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 يمكن 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 مش عارف مش عارف انت تفتكر الكلف دا ولا لا بس دا كان وكان بيلعب في فرقة فرقة فرانسا في السنة دي كانت خزع بالية الرجل كان بيلعب معه ايوه ابو شار ابو شار احنا لو المصريين نركزوا في الهندبول بحقيقة هينبسطوا اكتر يعني مصر تعمل شغل السنة دي المنطخب تقيل بتاعنا منطخبنا تقيل قوي قوي السنة دي هوبي انت قلتلي حاجة على موضوع الفرق ما بين ما بيننا كمصريين في التشجيع وفرق ما بين الامريكان كأيكزامبل كانس انت عيش معهم ووسطيهم انا حب اسمع عن الموضوع دي احب الناس تسمع عن الموضوع دي حاجة لاحظتها جدا في الامريكان لان احنا عندنا فريق في البلد اللي انا عيش فيها اللي هي اورلاندو اسمه اورلاندو سيدي و انا فاكرة اول مرة روحت اتفرج على ماطش هناك انا متعود على الاهلي انا اهلاوي كنت ابقعد يعني الماطشات التقيلة غالبا بنوعد جنب الدرجة التالتة عشان ننبسط ايما كان اولترا اهلاوي كان اللهم يمسيهم بالخير فانا متعود على التشجيع بطريقة مختلفة تماما رحت مطش لأورلاندو سيدي وكانوا بيلعبوا اتلانتا اللي هو الرايفل بتاعه اللي هو مفروض اهل وزمان كيف الديربي بتاعه المطش اقل ما يقال عليه هو جروب من الناس رايحين خروجة انا ابتدت اسأل السؤال اللي هو ايه وجهة النظر ايه تشجيع جاي منين وابتديت اعمل ريسيرش واسأل اصحابي الامريكان وابتدر اقول ان انا ابتديت اشوف حاجة حاجة واضحة جدا ابتدت تحصل في امريكا من سنة 94 لما اخذوا اول كاس عالم لما لعبوا اول كاس عالم في امريكا وابتدأ فكرة ان الكورة الكورة في امريكا ومراتي وعيلة مراتي كلهم بيحقوا في الموضوع هم غالبا بيلعبوا كورة لغاية سن الاعدادي حاجة زج جنباز عندنا اول كارتي اللي هو انت بتلعب لغاية سن معين وبعد كده بتدار على الرياضة هتأكل عيش يعني اخو مراتي لعب كورة لغاية ما كان في سنة ثاني اعدادي وبعد كده رجع للسباحة وبعد يلعب سباحة لغاية ما دخل الجامعة وخد سكولورشيب عن طريق السباحة ف ده الوجه ده الاسلوب الامريكاني تاني حاجة الرياضة في امريكا هي وسيلة طرفية مش ام مش وسيلة لتورية ان انت عندك انتماء موضوع الانتماء لنادي او الهيئة او اي حاجة مختلفة تماما عن اللي احنا كشركة وسطيين او ايبن الناس بتاع اوروبا فكرة الترز ده مش موجودة خالص هنا فكرة ان انت بتشجع ان انت بتموت كلمة بتموت نفسك عشان خاطر فريق بتاعك مش موجودة ال 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 انا مثال تاني اه زريف انا على انا انا عندي حد مصحابي من انجلترا خدت وروحت بين ماتش من ماتشات ارلاندو فاحنا ودخلين الستاد تقدر تشتري اي حاجة تشتري بيرة تشتري اي مشروبات كل حلية او الالكهوليك وتخش بها الستاد ده فامريكا وهو بص هل انت عارف ان احنا ممنوع قبل الماتش ما يبتدي بربع ساعة حد يخش نحية الستاد باي نوع من انواع الالكهوليك في انجلترا الانجليز بالزات طبعا الانجليز بالزات لان الوضوع حامي اوي او زي ما بنقول في مصر على صدروهم اوي الموضوع ده مش في امريكا انا في الامريكا فوتبول بشجع الرايفل بتاع عيلة مراتي عيلة مراتي كلهم بشجع فرق اسمها شيكاغو بيرز انا بشجع باكرز دولا مفروض البلاش اللي بينهم زي اهلي وزمالك وفيها وفيها الولاية بتاعت جرين باكرز اتخانقت مع الولاية بتاعت شيكاغو اللي هم بتاعت اللونوي عشان المدينة وكصص بس مفيش الناس بتروح تتفرج المتش بتشربوا الازاست البيرة بتاعتهم او كوباية البيرة وخلاص الموضوع كله تسلية يعني عندكم مش مشاكل ما بينك وبينها قالت مرات بس الموضوع في قصص ضريفة ممكن احكيها في وقت تاني اول مرة قبلت ابوها لان انا انت عارفني انا قصيوطي ودمي حامي رحت رحت اسلم عليه اول مرة قبلت ولابس تي شيرت بتاعت الباكرز مدرك انت داخل بيت شكل ايه انا مصري يعني ما بتخرجش معي بقى ريسبيكت لا فهي الحتة بتاعت الحمية وعلاقتها بالهوية ايثينك هي الجزء المختلف المختلف اللي بين المجتمع وال المجتمع والثقافة الامريكية والثقافة الشرق الوسطية والاوروبية عامة اوكي 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 في حياتنا في الشرق الوسط نقدر نوري حويتنا ونوري شخصيتنا اللي احنا بنحاول نوريها للمجتمع غير عن طريق حاجة واحدة بتجمع الناس اللي هي الرياضة او الدين ففكرة الحمية بتيجي على الحتة دي وتعلى قوي لان دي الفرصة الوحيدة ان انت توري فيهم هويتك نقطة كويسة بص احنا وحنا نتكلم الحقيقة جمعنا شوية بين اللي بيحصل في الشرق الاوسط او في اوروبا في مقابل في مقابل امريكا وده لفت انتباهي قوي وحتى افكر وانت بتتكلم خصوصا في نموذج زي نموذج المانيا وازاي انه هما من في الدولة بتاعهم من اقوى دوليات في التشجيع يعني الالتراس هناك مثلا بتاع حاجة زي بروسيا دوركوونت مرع ونوع الانتماء اللي عندهم ناحية الكل نادية اللي مشجعينه لانه كل نادي مرتبط بمدينة او مقاطعة والموضوع عندهم قومي جدا يعني الناس مرتبطين بالبلاد بتاعتها مش فارق معها مش فارق معها اصلا ده ياخد الدولة لو ما ياخدش هو بيشجع بقى الحالة بتاعته لانه عندنا انا في مصر احنا منتمين بشكل اساسي للاهل والزمالج فالموضوع مختلف يعني الواحد لو قاعد يتفلسف فيه شوية يبص ويشوفه تفرق ما بلدتين هيفهم حاجة عن التشجيئة برضو وده ييجي ان مصر برضو في الموضوع ده كله مصر very very unique ان هي متفردة جدا من وجهة نظري ان هي فيها كم من من احادية ال options اللي هو polarization عشان ما عندناش options كتيرة يعني انت في الكورة اهل وزمالك في الدين من مصر المسيحي في 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 اقليم انت في الشمالية الجنوبي يعني مصر العليا ومصر الوسطى يا الصعيد يا الدلتا كل حاجة بتحس ان هي حاكتين يا كويس يا وحش وحتى احنا وحنا وعيال يا انت كويس اوي يا وحش اوي ها 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 ال نفسه الثقافة نفسها ريبة قوي من الامريكان للي امريكان عندهم نفس فكرة بس الميزة انهم عندهم حرية شوية في الاختيارات انت ممكن تختار حاجة مختلفة احنا انا فاكر وحنا صغيرين انت اهلاوة لازم الكاوي انا عايزة باسمالباوي طيب او عايزة شجع المحلة او ايما كنت بلعب ها بقول انا بشجع التكريب الترول ان ده الفريق اللي بلعب له بس اهلاوة لازم الكاوي لا تيمشيش فهو انت انت برضو بتحس ان انت lift out لو انت ما مخترتش نحية من الاثنين اه فهو ايثنك الموضوع في حتة ثقافة لو زي ما انت بتقول نتفلسف شوية الموضوع في حتة ثقافة وفكرة الثقافة وتأثير المجتمع على حوياتك لان انت ايثنك نرجع ونقول ان التشجيع ليه علاقة بالهوية وهوية المشجع نفسه هو عايز يزبط نفسه ازاي في المجتمع اللي هو عايش فيه انا بتهالي موضوع يعني موضوع التشجيع بالاضافة اللي انت بتقوله بتهالي موضوع التشجيع في الوقت الحالي يمكن هو محل 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 تساؤلات يعني او محل حتى يغير انتماءاته لانه بقى فيه حيات كتيرة احنا ما كناش نعرفه على البلاد دي وعن الزبال دي يعني لسه كنت فائل لسه كنت شايف كان نص نهائي نص نهائي ولا نهائي بروسيا دورتمون بلاعب مع ريال مدريد ده النهائي ده النهائي ولقيت واحد من اصدقائي هو تقريبا واحد من كاريه ريال مدريد جاتب على السوشيال ميديا بتاعته اه انا سمعت ان بروسيا دورتموند هيبقى السبونسور بتاعهم اه السنة الجاية او بعد الوقت اللي جاي شركة اه اسلحة اه فكل كل التأييد كل التأييد لريال مدريد فهو اللي هو عمل شفت سريع في انتماءاته اه وشاك دع فريقه ما بيحبوش لانه حسس انه مورالي الفريق التاني اه عنده مشكلة وده اي تنك اللي انت كنت بتسأله في الاول لازمبو لما بتدينا الحديث كله ان انت بتسأل احنا بنشجع ليه اه وهو يرجع للوجهة النظر اللي هي هل انت بتشجع للهوية ولا بتشجع لل لل الفكر اللي انت بتشجعه يعني الكونورزيشن بتاعنا لما ابتدى على الفيسبوك على قصة المانيا انا رضيت عليك وقلتلك اه انا بشجع المانيا عشان هم طريقة لعبهم وهو وفكرة ان التيمورك وان الفكرة كلها بتعتمد ان الفريق هو اللي بيشتغل مع بعضه وبيوصله للهدف ودي حاجة انا شخصيا بحبها جدا وبحس انه هو الفريق لما بيشتغل كوحدة وحدة بيوصل لنتائج عالية جدا ده وجد نظري في المانيا نيجي بقى الالمانيا كدولة لا في المانيا ممكن نتكلم عليها لساعات في التاريخ وتأثيرها على الوجود الانساني عمتا على سطح الكوكب على قد من هما كانوا بيساعدوا الانسانية بس هما لبسونا في حاجات كتير كوية والتأثيرهم لغاية النهاردة على الثقافة والسياسة والاقتصاد في كل حتة في العالم فالمانيا المانيا ولا امريكا ولا ولا فرنسا يعني اصلي هو يعني احنا لو بصينا على كل الدول دي دي كلها الغام لو بترينا نكلم على لو بترينا نقول مين الفريق اللي هنشجعوا غالبا الفريق اللي هنشجعها هو موزمبيك يعني يعني انا لسه لما كنت بفكر في الفكرة ده فكرة دي قبل ما ببتدي يتكلم معك على البودكاست بسيط كده هو احنا ايه الفرق اللي ممكن نشجعها على اليابان يعني هما اللي عملو في الصين في أوائل القرن العشرين ده هيتعمل في ايه ولا ولا الصين ولا نكلم على فيتنام ولا كوريا ولا استراليا ولا كندا ولا الموضوع شائق جدا شائق ولو هنخش انا مش عايزة بقى كنت ريفرشل قوي بس حتى بص على مصر مصر في حتة بالتاريخ هنلبس في الحت ده ده الفكرة كلها الفكرة كلها هو انت بتشجع ليه انا بشجع عشان انا بحب الكورة وشايف ان الفرقة دي بتلعب حلو من ساعة مكبرت انا فاكر سنة تسعين لما كان المانيا بتلعب مع ارجنتين في كاس العالم تسعين في ايطاليا انا كنت فاكر انا فاكر كويساوي المتش الشاط دي وفاكر بزمل وبعد كده دخلوا في الفين دخلوا في تمانية وتسعين كانوا سيئين جدا وغون كيبر بتاحهم كوب كده اللي كان معرفش كان زي غون كيبر بعد كده دخلنا في الالفنات والتحسن الاولي بعد كده دخلنا دهت الفين واثنين ووصل النهائي بس لبسوا من البرازيل في النهائي بعد كده دخلوا كاس العالم الفين وستة والمستوى العظيم بتاحهم وليمن انا مش فاكر انت تفتكر ليمن لما كانوا بيلعب الارجنتين في دور 16 وصد وكان اول واحد يبقى مع الورقة اللي بتغششه العيبة هتحط الكرة فين في البلانتيات وكان حاطتها بعد كده حطتها في ورقة والورقة اتفت وتبعت في ما زاد في 120 ألف يورو ده يعني الحضري مش اول واحد يعني لا 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 الموضوع من اول حد سمعنا عنه بيعمل كده كان ليمن واو في 2006 وماتش الارجنتين وكان حاطتها في حتة ورقة صغيرة بعد كده في اخر كورة حطتها في البانة وتف في البانة واو وباعوا كل الموضوع ده 120 ألف دولار واو ده قصة وبعد كده انت تتفرج على مين بتتفرج على كل من بعد ريمان كلهم بيعملوا نفس الحركة يعني عندك انت قلت الحضري بريكفورد من يومين في ماتش انجلت سيرا واسويس ايو كنا عملها كنا عملها مين تاني الجن بتاع بتاع بورتغال فهو كل اللي بقت حاجة من المان ودي ترجع لقصة ان انا لي بشجع المانية انجينيوتي و بين بيونير plus تيم تيم يعني احنا احنا في جيل المانية من من الف من الفين وكام الفين واثنين ضي النهاردة لو انت عايز تقول لعيب واحد في الفريق هو اللي بان الفريق كله ما فيش ما فيش هتقول ميروس شوية عشان خاطر اللي جابها في 2014 بس هو ما بعملش مجهود وكل بيجيل الحد عنده بالزبط هتقول فيليب ولا تقول شفاين شتاير ولا سامي خضيرة ولا مساوة السيل ولا يعني ده فرقة 2014 كانت فرقة يعني الفكرة صح اللي انت بتقولها فكرة انه انت عجبك الكون بتاع انه ده فريق بيلعب على فكرة انه فريق ودي حاجة واضحة جدا في المال بالزبط على النقيد انت بتشجع مصر لان المضوع منضوع انتماء يعني مصر احنا كان عندنا جيل زهبي من 2006 2008 2010 بس من 2010 كان الله بسر عليه احنا ايدك والارض يعني احنا ربنا سترها معنا بالستر بسبب صلاح غير كده احنا يعني احنا بنعالي بس الموضوع انت بتروح بتشجع مصر يعني مصر لو تأهلت كاس العالم اللي هو ان شاء الله في 2026 انا هروح كل مموتشاتها هنا في امريكا الموضوع مفوش مفوش تردد انا ورا مصر انا حتى قلت المديري قلت له 2026 انت الشهر بتاع كاس العالم ده انا مش موجود المهم بتكمل بس كام مصر كويسي امريكا امريكا على المانيا مصر اه 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 ايو ايو مش تكمل مصر كلها بس هو ده الفرق ان انت عندك مصر بتلعب ده الانتماء بس انت لو هتبتلي تشغل عقلك وتشغل الاناليتكس بتاعك تبتلي تبص على كل حاجة وتشوف الفرق بتلعب ازاي وانا واحد بيحب الرياضة مش عايز اقول بجنون بس انا بحب اتفرج عالرياضة فالموضوع عندي مور ان انت بتحب تشوف ايه اكتر من هو انتماء ووك النظر والثقافة والبack وكلام ده لان الموضوع هيبق very critical وشائق جدا عشان تاخد قرار ان انت تروح هنين احيان في حد كان بيقول فيه وجهة نظر بيقولها شخصية مرموقة عندنا في مصر بتقول دايما يقول لك انا ما شجعش فريق مليش في حد يعني هو بتفرجش على بتفرجش على كرة القدم العالمية خالص بتفرجش على بتفرج على الدولة المصري مغازمة الكاوي فده حياته بقاسة جدا انا انا مش هايز اقول حاجة تزعل بس قلبي معا يعني يعني هو نرجع خليني ارجع هو نرجع لل الباسيكس احنا بنتفرج على كرة لي يعني احنا بغض النظر انت بتفرج على مصر انت بتفرج على كرة لي او بتفرج على الرياضة لي دي فكرة دي فكرة او دي مشكلتي مع وجهات نظر كتيرة الوقت الحالي ان انت بتحاول تعمل تكبر من فكرة ان انت بتفرج على موضوع لموضوع قومي وهو بياخد ساعات ساعات بيبقى على قده على قد الموقف بس ساعات كتيرة بيبقى اكبر من حجم الموقف نفسه بمعنى يعني انا لما جهت تفرج على مصر ريال مدريد وبرشلونا في الكلاسيكو في الدور الاسباني هو انا يعني دي دي متعة تتفرج على رياضة تتفرج على مستوى مستوى عالي جدا من قرة القدم او تتفرج على ليفر بول و و منشستر سيلي ولا منشستر ينايد ولا ارسنال ولا اي حد من فرق انجلترا انت تتفرج عشان تشوف حاجة المنتج الرياضي المصري مش قادر يدهول بتهالي بالنسبة لحد زي لنا بذكره ده هو الموضوع مسألة موقف الموضوع هو مسألة موقف اكتر ما انه مسألة تمتاع او مسألة بنواية برجع او مشتور عالي من الرياضة يعني بتهالي يعني بتهالي فكرة وجهة النظر الرياضية دي بتفرق يعني اي حد لعب رياضة بشكل مش عايز اقول احترافي بس اتدرب رياضة وعمل نفسه ديسبلين ان هو يبقى احسن بتهالي بتفرق جدا في برجع الرياضة انا اعتقد كده كمان ان انت بتقدر المجهود بتاع اللعيبة في كل حاجة حوليك بتقدر هما هما اشتغلوا قد ايه عملوا ايه تعبوا قد ايه عشان يوصلوا للمستوى اللي هما فيه فالموضوع مختلف تماما عن لعيب عن حد ما شفش ما تدربش ما تجربش التعب ودي مش حاجة يعني مش حاجة تعيب حد هي وجهة نظر يعني انت ذكرت حاجة كده الحقيقة اه اه اتمنى بقى عندنا الوقت ان احنا نتكلم فيها اه اه انت لعبت اه لعبت في نادي تكرير بترول انت بتقول اه اوكي لعبت ايه لعبت دوري ممتاز لعبت دوري منطقة دوري منطقة ده وصلك لغاية فين كنت لعب مثلا فرق ايه توصل تلعب دوري منطقة تلعب دوري منطقة ممتاز ما كانش هي السنة بتاع ما كانش في دوري منطقة في منطقة مناطق وبعد كده بتلعب دوري الجمهورية تلعب على الطبط الجمهورية اوكي ده ده كانت في وقت سنوي اعدادي او اول سنتين في سنوي ملعبتش ثلثة سنوي لاني خلعت كد في او دي الاصابة دي كانت في رياضي ولا كانت في بقى رياضي ايو اوكي احاول افتك اوكي يعني ما بطلتش رياضة عشان سنوية عام لا انا كنت عايزها في سنوية عام لاني وقتها لو لعبت في بطلت الجمهورية بتاخد اثنين في المية حافظ رياضي اوكي تمام ده الفكرة انا كنت عايز اعملها دعت عليك دعت عليك بس كل ما يعمل يعمل للخير يعني احنا فكرة ان انا فين دلوقتي وعايش فين و قصة حياتي مختلفة تماما او نوز كان هي حصولية لو انا كنت خدت الاثنين في المية ودخلت كلية مختلفة وكانت قصة تاني غير انا فين دلوقتي وكيف حياتك معجونة بالرياض يعني الكتف اللي تخلع في الرياض ده ودك في حتى تاني كتف اللي تخلع في الرياض وبعد كده خلصت خدمة بالرياض بعد كده ابتديت اشتغل حاجات لي علاقة بالفيفا والأوليمبيكس وبعد كده جيت امريكا ابتديت اشتغل في حاجات لي علاقة وب بودكاست و بوست بروداكشن والرغياتي عندي بودكاست بتاعي علاقة بالرياضة ايوه احنا نتكلم احنا لازم نتكلم عن بودكاست بتاعك طبعا بالنسبة بالنسبة للمتخصصين اكتر اولا ما يسمعوا انه هو اللي دعوة بالكورة يعني هنعمل لهم زي ما نقول ايه ري دايركشن لانه طبعا ده احنا بلبلة مش بودكاست رياضي خالص نتكلم في كل حاجة يعني بس ندي ايه اللي عيشت لخباجة اه يا يعني هو البودكاست الحقيقة يعني هقولي الاسم هو انا قريته مرة وعايز اتأكد من الاسم لان الاسم قوي فوتبول اس لاي هو ده الاسم الحقيقي للبودكاست بس ليك مالا اوكي الاسم الكامل هو فوتبول is life but sometime death اوه انا معرفش في ناس كثيرة في مصر تفراجت على مسلسل اسمه تيد لسو كان من كم سنف لكم سنف على ابل بيكلم على مدرب امريكاني بيدرب كرة امريكان فوتبول وفرقة في الدورة الانجليزي صاحبة الشركة صاحبة النادي عايزة تبوز النادي لأسباب دراماتيكية في المسلسل فراح يبقى المدرب وهو غير في بكل حاجة اللي علاقة بالفريق والنادي ففي لعيب اسمه في المسلسل اسمه اه اننسي الوقت المهم يعني هو كان بيقول فوتبول is life كل الوقت داني رخص اوكي هو فوتبول is life بعد كده حصل حاجة دراماتيكية في المسلسل تاني سأبيقول فوتبول is death فده التايتل بتاع البودكاست فوتبول is life but sometimes is death اوكي وده ودي حاجة يعني انت انسبال بيها ولا هي فعلا انت مؤمن انه هي it's life and death اه من ناحية الاستعارة المكنية الرياضة فعلا يعني اتفرج علينا لما المانيا خسرت وده ما اسماليا الموضوع كان صعب او مصر لما تخسر خسرت من سنتين من اربع سنين كاسة الامم في البناليتيات وده مستنغال او مروحناش كاسة العالم الموضوع الحزن والجريفين الحسرة عالية جدا ودي دراما بتاعت الرياضة وخاصة الكورا ان الكورا الكورا دراما الكورا هو اكبر منتج عملاته البشرية من ناحية الدراما وال الاموشنز اللي بتطلع وبتنزل بسرعة جدا وما فيش اي رياضة تاني في العالم بتعمل نفس الحكاية بسبب ان انت بتقاتل وتقتل نفسك عشان تجيب جون واحد في المطش انا بس انا بتخيل فكرة اللحظات الاخيرة كمان الوقت ده انت عندك البازر بيتر تحصل بس فكرة اي تينك ودي وجهة نظري ان فكرة ان انت عندك اكسترا تايم وبتحاول تقاتل ان انت تكسب في في اخر اربع ثواني وفي الايام القديمة لما كان بيقولك الوقت الاضافي اربع دقايق بعد كده الحكم وهو ونفسه دي بتاع بتحط بتزود البهارات على المطش في البسكت ولا هندبول لو عدد اللي جوان ما بتتحصرش يعني انت ما بتنزعش عشان تجيب جون في البسكت ولا هندبول بيعدي عليك فترات من الندرة ان انت تحط جوان بس في الاغلب انت في الكورة انت لو شفت اكتر من اربع تجيبان في ماتش واحد دايب خير عباركة بس انت خيل انت دايما لما بفرج على هندبول يعني بتعصب جامد بتخليني بتشد عصابي جامد خصوصا يمكن عشان مصر بتقدي كويس فانا دايما دايما لما بفرج على هندبول بتدايب داي جدا هندبول الهندبول انا بالنسبة لي هندبول موضوع اكبر بكتير مش بس فرج على ماتش والحيمية للمصر انا بتفرج انا انا بتفرج على تاكتكس في هندبول اكتر منها بتفرج على تاكتكس كورة او اي رياضة تانية غالبا عشان انا اتضربت اتضربت اه اتضربت في ليفل ان هو انت بتلعب في نادي اربعتاشر سنة لا تقريبا من يعني بتاع عشرة او تسع سنين اللي هما كانوا الكور بتاعي فانا تعلمت ازاي تبص على اللعبة ازاي تشوف الكورة بتتحط تحت بتحط من فوق تكتيك الوينجات بتتحرك وكده وكتي قطر خيرها بتعاني معايا لما بتفرج انا ماتش هنبول انت بتفرج على ستوديو تحليلي الستين دقيقة بصي على اللعيب ده بيعمل بص على اللعيب ده هيجي دلوقتي هيتحرك لمص الدائرة عشان يفتح جنب الوينج عشان يفتح الباك يخش وهي ربنا يعني هو ربنا بعث لكيتي من الاخر الحمد لله يعني انت اللي انت بتقوله على حكايات ان انت فاهم في الهندبول انا برضو احنا بابا لانه كان بلعب هندبول كان جون هندبول زي اه فانت لما بتقول فوق وتحت دي مستمع بس مش افهم ايه اللي فوق و ايه اللي تحت لانه في الهندبول في الهندبول بيبقى عارفين هو يدخل الجون فين ولا هو ما بين راسه وكتفه ولا ما بين تحت بابا او تحت رجليه ايه الحتت مفيش يعني المقص موجود اه بس بس الحتت دي موجود افصول في ال والوينجات في ال بيحط دايما اما فوق راسه بين تحت باط والشياء دي او زي ما كنا بنسميها يما كنا نتمر ان يصرح له شعره يصرح له شعر واو او فنرجع للبودكاست انت بودكاست اه نرجع للبودكاست اه بودكاست بتناقش فيه كورة صرف حاليا الكورة صرف حاليا 90% من من حلقاتنا لعلقة بورلاندو سيتي اه انا بعمل البودكاست بتاعي مع صديقة لنا في امريكا اسمها نفر انا 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 بنعمل البودكاست تقريبا مرة كل اسبوعين اه بس غالبا بنركز على اورلاندو سيتي اه كم شهر جايين موضوع يبقى مختلف شوية لان ابتدنا نتوسع في التغطية يعني هني بتدني يتكلم على الكورة فرقة البنات اللي عندنا في اورلاندو الومن فوتبول لانه بقت فرقة جمدة جدا وغالبا هتكسب البطولة السنادي بعد كده قبل البداية ال انجليش بريميور ليج انا واصدقائي نسمينهم the boys are back in town هنبقى بنتكلم عن الكورة في اوروبا ونعمل تلخيش سريع عن يورو وكوبا او العركة البلدي اللي احنا عندنا في امريكا يومين دولة ده 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 عصدك انه عشان بيتخنقوا ولا عشان المستوى اوحش لا المستوى مش وحش المستوى مش وحش في فرق في فرق في الدعماليات الكورة بين اوروبا لو قرنت اوروبا بامريكا بامريكا وامريكا الجنوبية يعني مع بعض وافريكا هتشوف انه في flavor مختلف بين التلاتة الكورة انا بحس الكورة الاوروبية هي وحد بيأكل بالشوكة والسكينة مش جمليات انه 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 في حاجات كل حاجات بيبقوا فيها very careful ان هما ازاي بيعملوا الجمليات الكورة الكورة في امريكا مش امريكا كدولة امريكا الشمالية امريكا الجنوبية فيها نوع من انواع الغشامة يعني حتى التحكيم في امريكا لو تقرم بين كوبا امريكا واليورو في فرق شاسعة في الفاولات اللي بتتحسب هنا والفاولات بتتحسب هنا يعني في حاجات كتيرة تحسبت في اليورو ما تتحسب بأي شكل من اشكال في كوبا وموتش أوروغوي وكلوم في كم فاولات انا وكنتش مشد مختلفة تماما حط بقى افريقيا على الموضوع ده افريقيا بقى فيها ايه فيها نفس تحس ان انت بتفرج على مقاتلين نزلين الملعب مش بس لعيبة كورة يعني فيهم الجمليات وفيهم بس السرعات في افريقيا ما ما تتقرنش في اي من الاتنين السرعات بتاعتنا احنا في افريقيا والستامنا اللي انت بتفرج عليها في افريقيا متشوفها شوية حتة تانية ده الاختلاف اختلاف لما تحط بقى عليهم اسيا اسيا دي قصة ربعة مختلفة تماما عن الالتالت التانين اسيا تحس ان انت بتفرج على محاضرة في الاناليتكس يعني تحس ان هما كده بيعودوا هنقاطي الملعب ازاي وهنعمل اختراق من الحتة دي اللي جنب الناحية دي تحس ان هما بيفكروا في الملعب موضوع بس اوروبا تحس ان هما ايه اعرف اللي هو احنا في مصر بنقول عليهم الديليكا اللي هو هو ده بتاع اوروبا دي اوروبا انها تحس انه احنا احنا هنروح نلعب في الحتة مفيش غشامة مفيش مفيش تاكلينج بيفتروا مفيش سرعات مفيش حد بتتفرجش على حد مثلا على الوينجات يعني حاليا الوينجات البطاة من ناحية مينة وشمال وده وده بيرجع لحاجة انا معرفش انت قريت كم سبوع اللي فات كان فيه كم ارتيكل جايين من في مجرد بابلش في امريكا اسمه الاتلانتيكس كان بيكلم على اد اي جوارديولا بوز الكورة بوز الكورة وده وجهة نظر يعني انا شايف ان هي وجهة نظر تحترم بس هي برضو بتطعن في وجهة نظري ووجهة نظرك من ناحية المانيا لان المانيا بتلعب بالطريقة دي من زمان اللي هو الفريق الواحد المتكامل اللي بيتحرك واحدة وكل واحد بيعمل دوره جوارديولا اي تنك ان هو اخذها الحتة ابعد بكتير لان احنا كان عندنا حد زي شفاينشتايجر ويلام وبدولسكي الناس دي كانت مهرية بس برضو بيلعبوا في نطاق المجموعة اي تنك اللي عمل جوارديولا هو عمل عملهم خلى الناس بقيت مجندين وبيعمل الشغل بتاعته بيجي الشغل يعمل وبيعمل الواجب بتاعه يمشي هو الفكرة انا بتهيالي احنا بتجدين عصلا نفكر في حاجة اسمها نسب الاستحواز من بعد من بعد جوارديولا يعني هو جوارديولا اكتر واحد خلى برشلونة بيعرفوا يستحوزوا على الكرة ويقضوا يلعبوا برا الصندوق بالراحة لما يخش الصندوق حتا حتا وكان يجي بجون يعني لو احنا نقارن المانيا انا بجد على مستوى اللي هو اللي هو الفرق اللي بتباصي كتير المانيا بتعمل بساط في النص وفي العم بزي ايفا الاتاني ودي فيه نعم الانواع الدقة والجراءة انا انا فعلا انا بكون تفرج على المانيا لا انا كنت مبسوط انا كنت مبسوط او في اليورو دا اه وهم هم خرجوا توفيق مية في المية يعني الكرة بتاعة فول كروك دي اللي هي في العادة جنب العرض في اخر ثانية لما كان ممكن يتعدل العادة والبينالتي اللي ما تحسبش والبينالتي اللي ما تحسبش فيه حاجات كتيرة فيه فيه حاجات كتيرة كانت غريبة في الموضع بس انا انا معاك تماما في وجهة نظرك دي المانيا كمان فيها لعيب underrated بطريقة غريبة اللي هو توني كروس انا مش فاهم ازاي الناس مش قادرة تشوف ازاي دم علم وسط ملعب يعني لنا كمصريين هو ابو تريكا بتاع ألمانيا سوري مش ابو تريكا بركات بتاع ألمانيا هو نفس سلوب بركات اللي هو زق بقي وفي نص الملعب بياخد الكرة يروح يمين وشمال يشوف فين نقطة الضعف اللي في الفرقة اللي بيلعبها ويبتقي يحرك الفرقة كلها في اتجاه نقطة الضعف ويحط في سرو باس ابن رزينة يخلص النضوة فرقة في دقيقتين طيب عشان عشان نرجع للموضوع الأساسي نرجع للموضوع نصح الموضوع الأساسي هو التشجيع طبعا بين الباشن بتاع نحط ألمانيا بس نرجع للموضوع الأساسي من حيث التشجيع وعشان برضو ننهي الحديث عشان ما يبقاش طويل قوي على الناس تسمعنا في سؤال عبيد كده كنت جيب في دمانيو وأنا برضو بتفرج على اليورو ما تيجي بتفرج على ماتش أنت ملكش في حد زي مثلا سويسرا وسكوتلندا هتشجع مين وده الإجابة بطاعته أنه هو فكرة أنت بتشجع الكورة الحلوة أنا بسألك أنا بسألك ما أنا هرد عليك ما أنا برد عليك اللي هو جاية من ناحية أن أنا بقول بشجع الكورة الحلوة اللي هو فكرة أنت بتفرج على الكورة نرجع لقصة صاحبك اللي بتفرجش على حي حاجة لي علاقة غير بمصر ده أنا على النقيد من ناحية الثانية في الاسبكترم اللي هو أنا بفرج على الكورة عشان أتفرج على أفكار and philosophy يعني في فلسفة في الكورة الناس اللي تفرجت على الكورة في السنين طويلة بتوصل لمرحلة ساعات أنهما بتفرجوا الكورة من ناحية فلسفية جدا أفكار المدربين إزاي بيحركوا الفريق إزاي فكرة بناء الهجمة فكرة أن أنت بتبني من ناحية لناحية ولو خلصت بجون حلو ده خير وبركة أو محاولة أن أنت بتقفل على لعيب بطريقة مختلفة عن الطبيعي يعني مثال فاندايك لما بيلعب أي ماتش بيلعبه وأنا مليش في هولندا قوي بتحب أتفرج عليه أحب أشوف هو بيقف إزاي بيحب أشوف هو هيقفل اللعيب اللي جاي إزاي فده بيرجعنا لفكرة أنت بتفرج على الرياضة أنا بالنسبة لي بتفرج على الرياضة بسبب المجهود والأفكار والفلسفة اللي بتتنقل من المدرب اللي بيطعمها للعيبة اللعيبة بتاخد المعلومات وتنزل تطبقها في الملعب دي ممجهد نظري هي جمال الرياضة مش بس الكل بتكلم على الرياضة عن مثلا فكرة أن أنت عندك مدرب والكلام ده في حاجات كتيرة يعني يا يعني دي فكرة عشان تقدر أي حاجة مثلا فكرة الفن حتى Beauty and the eye Beauty and the eye the beholder أو الجمال في حين الرأي أو المجهد معناها أنك تبع عندك العين المدربة اللي قادرة تميز الفن وده اللي أنت بتقوله أنك أنت بمعينك لعبت رياضة أنت بتقدر المجهود فبتشوف الجمال في المجهود في الفكر هي الفكر I think في سني اللي وصلت له دلوقتي I think أن أنا بشوف أن الجمال في الفكر الإنساني in general أي حاجة علاقة علاقة الجمال لأفكار وإتجاهات وحاجات كثيرة إزاي بتطلع دماغك وتحطها في عمل إن كان بعمل فني عمل رياضي عمل موسيقي عمل روائي كل دي أفكار وده الفرق بيننا ك إنسان كهيومين بيينجز المجمل عن أي حاجة عن أي حد عن أي نوع من المخلوقات التانية إن إحنا عندنا دماغ وإحنا بنقدر نترجم في دماغنا لوجهة الحاجة إبداعية إن كان وريفر الإبداع ده عامل إزاي ده الجمال بتاع إن أنت بتتفرج مثلا وجهة نظري بتتفرج على كورة اتفرج على فيلم اتفرج على مسلسل أسمع مزيكة أقر كتاب إيمن في شغلي أبص على كود مكتوب ده إبداع إزاي تفكر في حل المشكلة ده الإبداع الإنساني I think إن إحنا ك human beings بنحب الconflict أكتر من التأمل و I think إن ده اللي بيخلينا نفتقد إن إحنا نشوف جمال في حاجات كتيرة في المجتمع لأن أنت بتحاول تبقى polarized بالنحية على نحية زي ما كنا منشوف من البداية في بداية البودكاست إن إنت بتحاول تبقى على نحية من نحية تاني وده اللي بيخليك تفتقد إن إنت تشوف جمال و روعة الإنسان وتقدم الإنسان من وقت الوقت ومن عهد العهد ومن من قرن القرن فيبقى شيكبال مش اللي حيب كويس يبقى أبو تريك هو بس اللي حيب كويس و ممكن نتكلم في الموضوع ده الساعتين تاني بيطلع على طول في المواضيع دي بس أنت فعلا يعني أنت موضوع أو العطفي ناحية أي حاجة مش بيأثر عليك في تشجيعك يعني مثلا أنا وهجاوب على سؤال السويسرا ولا ولا سكوتلندا هقول سكوتلندا عطول أوكي يعني مش هسيب الكرة وحلاوة الكرة هي اللي تقرر هقول لا سكوتلندا وليام والس أنا مع وليام والس أنا مع المحاربين دول وهتدبس في ماتش ومش هيكسبه في ناحية بس ما هو ده اخترافه كهات النظر وده ده حلاوة الإنسان إن إنت عندك الجماعة الروعة هنا إن إنت شايف إنه وليام والس واللي عمله من ناحية الاستقلال واللي عمله من ناحية الحريات في سكوتلندا وإزاي خد البلد من حتة الحتة ده مأثر عليك وده مخليك تشوف الجماعة عندك انتماء للناحية دي بالنسبة لي أنا الاثنين ما عنديش أي نوع من أنواع الانتماء أو الميول ناحية واحد فيهم فده اللي بيكك الناحية يعني مثلا فرنسا وأسبانيا أنا ميولي ناحية أحس فرنسا أقرب لنا بحب فرنسا بحب السلام الوطني بتاعهم أكتر من أسبانيا فأنا كنت عايز فرنسا تلعب أحسن وتكسب بس ده ما ما نعنيش أن أنا أبص على المتش من وجهة نظر أن أنا عايز أتفرج وتمتع الاستمتاع بالفكر الإنساني في الملعب وده مش معناه أن 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 تتفرج على المتش ويبقى اليسوف قاعد بتتفرج على المتش ويبقى كل أن 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 تتفرج على المتش من ناحية ميديتش شكرا لها الحلو في أي اتجاه بس هو دي فكرة في قوتين الانتماء وال والتمتع متع بالنسبة لي ساعات أن أن تفرج على المتش منتخب مصر اللي هو هتتشحت فيه وتطلع عينك وتسيب وتلعن في كل حاجة في الدنيا ما فيش أي نوع من أنواع التأمل المتش في حيميا هي اللي بتكك الحت دي إن انت بتبقى عندك نوع من أنواع هي الحيميا هي ال passion ناحية اللي انت بتفرج عليه بيخليك تشجع بطارية مختلفة عن انت تتفرج على المتش ملكش في اي نوع من أنواع الاتجاهات فأنت مش فارق معك فأتركز مع إن انت تتفرج وتستمتع يعني النقطة فعلا النقطتين بحقيقة جمال يمكن يكونوا أصلا بيجملوا حاجات كتيرة في التشجيع فكرة وإزاي أنت بتعمل نوع من أنواع الإسقاط بتاعتك على الفرق أو بتجمع نفسك مع الكذبان أو حتى تجمع نفسك مع الضعيف عشان معاه وعلى الناحية التانية أنك تشوف المنتج الإنساني أو الفكري بيحرك الناس وتستمتع به فعلا الحتتين دولار أنا كنت ممكن أتخيل نحن نتكلم في نوع كتير بس الحديث ودنا في حتتين دولار وأنا مبسوط بيهم جدا يعني أنا كنت أقول مثلا في حكاية سويسرا وسكوتلندا أنه أنه حتى الإسقاط بتاعي أو فكرة أنا أفكر في وليام والس في نوع من أنواع الاستطاحية أنا ما عرفش تاريخ سويسرا كل اللي عرفوا عن سويسرا أنه هم ما بتاعوا شكولاتة أو جبنة لكن لكن لو ممكن بحثت أكتر في تاريخ سويسرا عليهم برضو مناضلين وكويسين يعني يعني في في أو في نوع يعلم يقول ما علموش أي يعني ما علموش أي سبب أو أو ما علموش أي بيز يعني فهمت فكرة يب بس في الآخر كلها حاجات اسقطت يعني لها دعوة هوية البني آدم وهو مين ومستوى ثقافته عمل إزاي يعني يعني ما فيش مفرر يعني هي هو ميون إنسان ما هي دي حلوة حلوة الإنسانية إن جنرال إن احنا كلنا مختلفين بس في حاجة كتيرة بتجمع نفس الوقت فأنت كل الناس دي مختلفة بس في نفس الوقت بتتجمع في نقطة واحدة فده ده أنا مش حايزة يعني مش حايزة بقى مثالي أكتر من اللازم بس دي الحقيقة إن احنا كلنا مختلفين عندنا هوية وعندنا عندنا اتجاه ميول واتجاه واهتمامات بس في نفس الوقت بس في نفس الوقت بتيجي عنده نقطة كل مجموعة ناس بيحصل عندهم نوع من أنواع الانترساكشنز بفي نقطة التقاء بتبقى بين الناس اللي بتخليك تتجمع في مجموعة واحدة ويبقى دولك جماهير يعني مثال الأهلي وبكل شعبيته دي كم من الناس اللي بتشجع الأهلي من مختلف الاتجاهات وال 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 الاجتماعية وال 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 والتعليم وكل حاجة بس الناس دي كلها بتيجي على مطش الأهلي وطاعد هتموت طاعد في الدرجة الثالثة وتشجع وتشجع وكل أنشيد الأهلي اللي بتتشجع وأنا من هنا أنا أعيش في أمريكا لي الحكام 13 سنة أنا بتفرج على مطش الأهلي ويقعد أشجع كني يقعد في الثالثة شمال يعني فكرة الجماهرية بالطريقة دي هي فكرة فكرة إجابية جدا فكرة إزاي أنه الجمهور يجمع بين المختلفين دي حاجة لما في أجزاء تانية من الحقيقة أو في مجالات تانية من الحقيقة عمرهم ما يجتمعوا بزبط دي فكرة جميلة جدا آآ 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 آ� دم يوسف كان في زيارة في مصر وشفتوكم في المؤطم I think ده اخر مرة شفتوك فيه 2010 يعني احنا نتكلم 14 سنة 14 سنة ياب انا بدرب رقم 20 ده كتير الايام دي مجال فلي صدقني انا فيه ناس اصحابي من ايام المدرسة انا ما شفتوه مش اكتر من 20 سنة ده ربدي و نتكلم على الفيسبوك وكده بس ديها مثلا 20 سنة ومنهم ناس يعني انت عارف شلتنا احنا بتاعت المدرسة دي كانت قريبة ازاي كلها من بعض يعني فيه ناس انا معرفت شوفهم غير لما جوم امريكا انت عارف انا عندي شوية افكار كده ان انا خلي لو انا هعمل سيزون يعني ربنا يسهل علينا نعمل سيزون هعمل سيزون اسمه اصدقاء اخويا لان انا لان انا بقالي فترة بفكر اعمل حلقة مع شدي عاطف بس هو مش بجري وراي يعني شدي يمكن لو نزلنا الحلقة دي يتحمس وعايز اعمل الحلقة مع يوسف طبعا او لمين احنا التلاتة لمين احنا التلاتة ماشي اللي مكنت التلاتة ماشي بس الحلقة دي هي التيزر زي ما بيقوله ماشي يالله بينا يالله بينا ماشي برسي قوي اندي بجد يعني حوار انا مبسط بي والموضانية اه يعني ايه اديك ديب اكتر في موضوع التشجيع اه واشوف انه التشجيع والكورة والرياضة اه قريبين جدا من فن دي حاجة انا خبتها اه اه وشكرا لكل الناس اللي سمعونا اه ده بودكاست بلبلة احنا موجودين على سبوتيفاي موجودين على يوتيوب وموجودين على انغامي وساوند كلاود اه يعني لو ده اول مرة تسمع فيها بلبلة اعمل كده كده في الوحكات اللي قبل كده و ولو في حاجة جابتك اه دينا ندش كومنت او شير او اي حاجة هيفرت معنا كتير مرسي مرسي لكل الاستمع مرسي ديك تاني عندي و نلقاكم في حلقة قادمة سلام اشتركوا في القناة